إن الله جل وعلا ذكر في محكم كتابه جزاء الأبرار فقال إن الأبرار لفي نعيم وجزاء الفجار قال وإن الفجار لفي جحيم إن النعيم الذي ذكره الله تعالى للأبرار ليس مقصورا على ما يكون في الدار الآخرة من عظيم النعيم وكبير الجزاء والأجل والفضل من الله عز وجل بل يكون في الآخرة على وجه خالص على وجه لا يلتبس على وجه بي ظاهر لكنه يكون أيضا في الدنيا لأولياء الله عز وجل بما يذوقونه ويتنعمون به من ثمار الطاعة